خلينا أرجع لك دكتور خلينا أرجع لسيد مازن مكية متعرف علي دائما المحامي عفو أحمد مكية يعني المحامي دائما من يريد يترافع بقضية يجيبون للوليدات الأوراق يقرأ الأوراق يشوفوا المعطيات يقيسها على الأرض مدى تطابقها أنتم لما طلعتم على الاعتراضات التي قدمها لكم السادة بالإطار التنسيقي أنتم كمحامين مقتنعين أن هذه الأدلة سوف تكسبون الرهان بها بموجب القانون والدستور في المحكمة الاتحادية عندما قرأتمها أستاذ مكية نعم أستاذ طلعنا على الأوراق المقدمة وتتركز هي في نتاج التقارير التي قدمتها الشركة الفاحصة الشركة الفاحصة قدمت التقارير وبيّنت هناك خروقات ومخالفات كثيرة في العملية الانتخابية نعم وبدورنا نحن كمحامين طيب اختصاص المحكمة الاتحادية العلياة هو نص دستوري والدستور منحها حق المصادقة على نتائج الانتخابات نعم وحق المصادقة على نتائج الانتخابات مبطن يستبطن عملية المصادقة على الانتخابات تستبطن التحقيق والتدقيق والتمحيص في العملية الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية العلياة وليس كإجراء روتيني فقط توقيع والمصادقة على نتائج الانتخابات فعندما الدستور منح المحكمة الاتحادية العلياة حق المصادقة على نتائج الانتخابات فهذا يتطلب التحقيق في العملية الانتخابية وكل الإجراءات التي جرت في العملية الانتخابية زين لكي تبنى المصادقة على أساس ومعيار فمن غير المعقول أن تصادق المحكمة الاتحادية العلياة على نتائج الانتخابات وأمامها كل هذه الطعون طيب فأحنا سيد مكي عفوا أنتم الآن المتخاصمون داخل المحكمة الاتحادية الإطار التنسيقي المثل السيد هاد العامري مفوضية الانتخابات مو والآن تطلبون مجلس النواب السابق طرفا ثالث ليش طلبنا إدخال رئيس المجلس النواب السابق شخصا ثالثا في الدعوة للاستيضاح منه فيما إذا كان قد وصله التقرير الذي من قبل اللجنة التي شكلت لجنة التحقيق واللجنة المتابعة وتثقيق عمل الشركة الفاحصة وضح ليها بالله هذه اللجنة يفترض أن تقدم وضح ليها هاي أنتم تريدون أن تسألوا السيد رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي هل وصلك تقرير اللجنة الفاحصة أولا يصله من أي طرف ما هي الجهة التي يجب أن توصل هذا التقرير للسيد الحلبوسي المادة 38 من قانون الانتخابات المعدل فرض على المفوضية تعاقد مع شركة فاحصة لفحص المعدات والآليات لإجراء العملية الانتخابية بالإضافة إلى تشكيل اللجنة تتابع عمل هذه الشركة الفاحصة وبعد تقديم التقرير من قبل الشركة الفاحصة تقوم هذه اللجنة بكتابة تقرير وتقديمه إلى مجلس النواب هذا القانون الانتخابات ينص على هذه الإجراء هذه اللجنة تشكل من قبل من سيد أحمد؟ من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ماش، تمام